أحيى الأرواحة من مور القرآن واختص لنزوله شهر رمضان شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن مدن للناس وعبناتهم من الملا والفرقان ثم اصطفى لحمله من خلقه قلب المصطفى العدنان كتاب أنزم إليك فار ينبر آياته ويتذكر أولو الألمان أشهد أن محمد العرب مجتبا سنين الثقلين والفريقين من أرب ومن عجبين وأحسن من كلم ترقب عيني وأجمل من كلم ترقب النساء خلقت المره في العين كأنك قد فوقتك ما تشاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مصائح البداء والمار البداء وعلى من من سرعه في سفينة النجاة إلى الدارة وخرى أما بعد فبادئني منها ها هو فرق رزو الغير لكافتك وادرين واطنون يحييكم من هذه المنصة حييكم لتحية الأمن والإيمان والسن والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أجمله من لقاء وما أنتظره من إخاء ونحن معي شهاده لحظات طيبة المباركة وفي ظلال نساء شهر الخيرات العاطرة وإيامه وليالي الزالرة يا هاغي الخير هذا شهر مكومة أقبل بصفر كذلك الله وسهلا أقبل بجود ولا تبقى المنافرة واجعل جهدينك بالسجدات اخوانا أيها الوقوف المبارك يسعدنا ويشففنا ورحمة أولا براعا ومعاتي الكتور سعود الموكة العبسية وفي الثورة الزراعية والسماكية والمباري المياه الموقع كماذا سوف تشفى العاطل لأصلاح السعادة أعوان بكس الشورى أعوان بكس إيارة الضيوف الكرام فلسنا نبني كيف نوفيكم جميعا أقابوك الشور لتنبيته دعوتنا ومشاركتنا فرختنا في هذه المناسبة المميزة فأهلا وسهلا لكم أيها الوقوف إن أجب ما نبدأ بالحديث في فقرات أهلنا كلام ربنا جل وعلا ومع القادة الفاضل سبحانه والسلام 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يحدي بالتي هي أقرأ ويبشر الأؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا ينفلون بالآخرة يعتدنانهم عذابا نليما ويجعل الإنسان بالشر يعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربهم ولتعلموا على السنين والحساب وكل شيء فصلناه تحصينا وكل إنسان ألزلناه طائرا في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يقل عليها ولا تزر مازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم